بيت المر بيملكوا الام تي في وبيت الخياط بيملكوا الجديد والعائلتين عندهم شبكة كبيرة من المصالح المالية الخاصة وعم بيخوضوا حرب تجارية ضد بعضهم عبر تبايدوا لكشف الفضايح على تلفزيونيتهم انتقلت الام تي في من شغل الإعلام للقضاء وتقدم محامة تلفزيون بإخبار ضد شركة بيت خياط ام اي بي اللي مستلمت تشغيل موليدات الكهرباء بالزوق والجي نحن والام تي في تحديدا والسيد مشال المر بالتحديد وراء هذا الملف لأي خرمة لمحطة اللي شغلتها تقدم حقايق للرأي العام ما قدت تكشف لنا تفاصيل الإخبار لأسباب أنونية ومهنية بس محامة لمحطة كرر الإشارة لتغريدة وزيرة الطاقة السابقة ندى البستانة كمرجع للإخبار اتهمت البستانة بيت الخياط بتعطيل معامل الزوق والجيية لمستلمينة وحبس أكتر من 17 ألف طن من الفيول هونيك بحرب المكاولين الشرسة نسيت الام تي في خصومتها مع التيار الوطني الحر بتعطيل جلسات مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء والتسبب بأزمة إطفاء المعامل الأخيرة فأن عضو مجلس الإدارة المحسوب على الطيار الوطني الحر تمنى عن خضور الجلسة لحل الأزمة وما علاقة الوزيرة ندى البستاني التي سنطلق عليها من منبر الرادار اسم أم خطة بهجوم المضاد فت الجديد بزوريب بيت المر العائلية وخليف ميشيل المر الإبن مع بيو جابريال بما جاء على لسان جابريال نفسه لحين ما يصحى هذا الصبي ويعود لصوابه لم يصح الصبي ولم يعد بعده إلى صوابه وما يعرف الصبي ميشيل المر أكثر من أبيه وقدمت الجديد تقرير إخبارية يومية بتذكر بأحكام القضاء السابقة ضد ميشيل المر بأضايا اختلاص أموال عائلته وسرقة المال العام عبر بيع الإنترنت غير الشرعي كما اتهمته بتلقيق وروض صددة على 1005 من بنك التمويل المكرر من حركة أمل والتورد بصفاءات مشبوهة بكازينو لبنان نصب على الدولة في الإنترنت غير الشرعي والمقامرة على الناس في كازينو لبنان والتمويل من بنك التمويل لصاحبه حركة أمل صار ميشيل المر اسمه بالنشرات المسائية صبي الندى للتركيز على تبنيل اتهامات ندى البستاني أو ميشيل الأصغر لتمييزه عن عمه وتحورت نشرة لمجموعة شتايم علنية ضد المحطة الخصم كشفت الحرب بين الطرفين فضايح تورط فيها العيلتين اللي بتنفسوا على صفاءات الكطاع العام في لبنان بس كمان فرجت كيف التلفزيونيت بتحول بلحظة لسليح تجاري بإيد أصحابه